كاتم أسرار أردوغان رئيس دائرة المخابرات الوطنية السابق في تركيا ووزير الخارجية الحالي هاكان فيدان في بغداد زيارة ألقت بظلالها على اهتمام الشارع العراقي تطلعا لحسم ملفات شائكة بين البلدين أبرزها الأمن والمياه وعلى طاولة المباحثات التي كانت ساخنة بفحوى الحديث عن حزب العمال الكردستاني التي طالبت تركيا العراق باعترافه الرسمي بحزب العمال كتنظيم إرهابي وجهة وطموح تركي يقابله بالوزن والحجم والأهمية ملف الأمن العراقي الزيارة تأتي في وقت زمني مفصلي حيث تترقب الأوساط المحلية والإقليمية والدولية في ذات الوقت زيارة الرئيس التركي الأولى من نوعه على العراق زيارة يتعطش لها خبراء العلاقات الدبلوماسية سيمة لفك أحجيات كثيرة من أهمها ملف المياه والأتكان للحكومة العراقية موقفها الثابت وتجدد بعد زيارة فيدان بالطلب من السلطات التركية زيادة إطلاقات المياه من نهر الفرات بعد أن أكل الجفاف والتغير المناخي أراض شاسعة من رصيد العراق الزراعي وقبل وقت قصير كان عنوان طريق التنمية الذي تقوده الحكومة العراقية مرافقا للدعم التركي بتطوير البنية التحتية للمشروع المرتقب حراك تركي يراه مطلعون على المشهد أن شخصية فيدان الذي يعتبر كاتم أسرار الرئيس التركي والذي تصفه الصحافة التركية برجل الأضواء وليس الظل ما يلمح بحسب أراء إلى قدرته على صناعة تطور في العلاقات مع العراق وسوريا وإيران لكن ثم تما يهم العراق قبل كل شيء ويتعلق بمدى إنجاز تركيا لحقوقه المائية والأمنية والحدودية إنجاز منتظر على أحر من الجمر يقول ناشطون وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة على مدى تحقيقه من عدمه ترجمة نانسي قنقر